احنا النهاردة بقى عايزين نتكلم على حاجة لاحزناها احنا محتاجين نتكلم عنها بصورة واضحة احنا عندنا لازم الزوج قبل ما يبقى زوج لازم يبقى متأكد ان الرجولة سماتها موجودة فيه طب ليه بقول كده؟ لان كتير بنشوف كتير من المخطوبات بيبقى لقى الاساسي ان انا عايزة تقول كده انا عايزة راجل انا عايزة راجل فيه سمات الرجولة واضحة مش معناه سمات الرجولة الجسدية لكن انا عايزة واحد اه فده اللي احنا نتكلم عنه نتكلم عن سماته نتكلم عن سماته ان الشخص يكون فخور بانه ذكر فخور بانه راجل فخور بانه هيقدر يكون زوج في الصفات السبعة دي وانا اوعده لو ان فيه الصفات السبعة دي ان هو هيحمل ايه؟ ان هو هيأسر قلب زوجته يعني الشخص لو فيه الصفات السبعة دي بيأسر قلب زوجته وهو نفسه هيكون سعيد وفخور بانه راجل زي ما عنه في الحلقة اللي جاية برضو عنه نتكلم عن صفات سبعة للمرأة لان احنا عندنا مشكلة الان ان كتير من البنات بيبقى عندها مشكلة ان هي أنثة اما لانها مش متحققة اللي هي أنثة او انها مستعيدة ان هي أنثة فاحنا عايزين دلوقتي نتكلم على هذه الصفات وعلى فكرة اللي انا ما اقوله ده بيعالج حاجات مجتمعية كتير عن نتكلم عنها في وقتها بس احنا عايزين الراجل يبقى راجل والستة تبقى ست عشان لما نيجي نتكلم في الادوار الزواجية اللي هي بتصدع الناس كتير يبقى احنا فاهمين اسمت السبعة اللي لو في الراجل او ايه الصفات السبعة اللي موجودة في الشخص الذكر هو الآن جاهز ان هو يبقى فارس المرأة وجاهز ان هو يبقى بطالها ايه الصفات السبعة دي اول حاجة ان يكون الرجل او الذكر الساعي اللي بيشتغل ما بيمتنعش عن الشغل وعن نشرحهم ان هنقول السبعة وبعدين نشرحهم واحدة واحدة الساعي الحامي الراعي الحمال الغيور الفخور القائد العاقل نقولهم تاني الساعي ادي اول حاجة الحامي تاني حاجة الراعي تالت حاجة الحمال رابع حاجة الغيور خامس حاجة الفخور سادس حاجة القائد العاقل سابع حاجة يعني ايه الساعي الساعي معناها الشخص الذي لا يتوقف عن العمل وشايف ان العمل شرف ايه الحكاية فيه رجالة كتيرة دلوقتي عن استخدام مفهوم الرجولة احنا عارفين ان رجولة تي تنفع على الذكر والانسة لكن عن استخدام مفهوم الرجولة بالمفهوم الدارج فيه رجالة كتير بيحسوا ان العمل عب فيه اللي حاصل فيبقى هو في اي وقت عايز يتخلص من العمل ولزاك اللي يلاقي ناس كتيرة دلوقتي ما بقاشي وجعها ان هي تقعد من غير شغل بتقولك ده قاعد من غير شغل في البيت لا الراجل الراجل الذي لا يتوقف عن العمل ويديم على العمل وشايف ان العمل جزء من مفهوم الرجولة لان العمل شرف مش العمل عب العمل شرف انا اعمل يعني انا اعمل يعني انا شخص استطيع ان انا اكسب حلال ولزاك سوفيان الثوري كان يقول عليك بالكسب الحلال يقولك عليك بجهاد الابطال الكسب الحلال والسعي على العيال بطل اه ده هو سيدنا سوفيان الثوري عارف ان انت تشتغل وتكتسب جزء من مفهوم الرجولة ولزاك اللي حاصل الستات ما تحبش الراجل اللي ما بيشتغلش كده حتى لو عمل wicht ما تحبوش وعشان كده لازم نعرف ده ولزاك حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقول دنار انفقته على اهلك دنار انفقته في سبيل الله ودنار انفقته في رقبة ودنار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك كيف حضر النبي صلى الله عليه وسلم بيحمسنا ان يكون من مفهوم الرجولة ان الواحد يكتسب من أجل أنه ينفق على أهله الصفة الثانية الحامي اللي هو الحارس اليقظ اللي مش محتاج للتنبيه للخطر هو دول الوقت تعارف أن فيه مواطن لازم يكون فيها وهو الأسبق للخطر من زوجته فالشخص اللي هو الشخص الحامي ده اللي بيحمي اللي هو الحارس الحارس الأمين ولازم نعرف أن فيه حراسة عطفية قبل الحراسة الجسدية يعني هو يحرص مشاعرها يبقى لازم نفهم أن هو الحامي بيحمي أي خطر ممكن تتعرض له هو يكون قبلها ويطمنها شوف السيدة عائشة إزاي احتمت من خطر سيدنا أوبكر لما جايه يحكم بينها وبين حضرة النبي فسيدنا أوبكر لما هي علت لحضرة النبي تكلم ولكن لا تتكلم إلا صدقا فسيدنا أوبكر غضب وراح يشد عليها ويعنفها فرحت مختبئة حول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما مشي سيدنا أوبكر حضرة النبي قال لها إيه رأيتي كيف حميتك من الرجل الحامي بما في ذلك إن هو يحميها من الرعب اللي ممكن يصل لقلبها ثالث صفة الراعي الراعي يعني إيه؟ القائم على مصالحها والقائم على الأشياء اللي بتسعدها تسعد حبيبته بالمحبة والود من غير من ولا أزا آه يبقى يرعاها يحقق لها مصالحها يخليها حسة إن هي عايشة في راحة وعايشة في حاجة تجلب عليها السعادة وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤولن عن رعيتي الرجل راعي وهو مسؤولن عن رعيتي الصفة الرابعة إن هو الحمال بيشيل يعني اللي هو يعني إيه الحمال؟ منها إن هو يتغاضى ما بيقفش على الوحدة وصدر واسع وعنده صدر واسع وبيتحمل المتاعب ويسعى لراحة شريك حياته ولو على شوية متاعب بيعملها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عائشة بقى بتقول رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقية وأنا أجد صداعا في رأسي شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول وراساه حضرت النبي قال لها إيه؟ بل أنا يا عائشة وراساه يا سلام حتى المشاعر يشلع عنها يعني إيه؟ يتحمل عنها كمان المشاعر الستة لما يكون عندها زرف خاص تحب أول أن الرجل يستحملها ويشيل الاكتئاب اللي ساعات بيجي لها فهي لما تحس بكده تقول له الله يكرمك ما حسستنيش أبدا أن أنا عبق عليك آه هنا تحبه الصفة اللي بعد كده اللي هي الصفة الخامسة الغيور الغيور يعني إيه اللي بيجعل زوجته درة فريدة محمية من أي تعدي وخاصة عن تعدي على سمعتها أو تعدي على أمنها ونزاك فيه غيرة رشيدة والغيرة الرشيدة دي من أهم معالم الرجولة ما ينفحش الرجل الست ما تحبش الرجل اللي مش غيور خالص يعني إيه فيه فرق ما من رجل غيور والرجل الشكاك الست لو إن هي فقط غيرة الرجل لو أي حد جيت عمل معها بالغيرة هتحس إن هي ليه هائمة الست الغيرة عندها بتحسسها إن هي فريدة ولذلك في الحديث عن سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع مرضي لدربته بالسيف فبلغ ذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني يعني إيه يعني غيرة دي شيء لطيف لما يكون غيرة معتدلة غيرة معتدلة يعني إيه تحس الست إن هي لا ده لسه أنسة لسه أمرأة لسه فريدة في عين جزء كمان تحب الرجل الفخور يعني إيه الفخور الشخص المغتر يعني لا اللي دايما يشعر بنعمة ربنا عليه يعني يشعر بإن الزوجة دي نعمة ربنا عليه أنا أعرف ناس رجالة بينادوا زوجتهم يا نعمة ربنا علي وما يشعرش أبدا بالصغار يعني يحس إن هي الله سبحانه وتعالى منعم بيه عليه بيها وما يشعرش إنه أقل من حد تاني تحب إنه يبقى فخور ما يشعرش أبدا بالصغار زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيها وأمي فخر بالسيدة خديجة الكبرى عليها السلام لقد وستني بمالها حين منعني الناس وصدقتني حين كذبني الناس يا سلام شوف الفخر حضرت النبي شوف إحساسه بنعمة السيدة خديجة كان إيه آخر صفة اللي هي الصفة السابعة بقى القائد العاقي إيه اللي بيخطط للبيت بحكمة وعنده رؤية وعنده طموح وما عنده شرعونة ولا غباء ولا كسل ده مهم جدا 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 فالشخص عنده رؤية وده يحصل قوي قوي في حكمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت النبي قائد لكن ده ما ما نعوش من الرشد إنه هو يسمع كلام ستنا مسلمة في صالح الحديب وكان ده سبب إن الناس نجيوا خلوا بالكم إن الصفات السابعة دولة اللي هم إن الرجل عشان يبقى رجل وده وقت هتحس هتحقق الرجل لزة إنه هو يبقى ساعي شغال مش عاطل تاني حاجة حامي سدر ودرع بيحمي وبعد كده الراعي مريح بيحقق الراحة بعد كده كمان الحمال اللي بيشيله يريح الوجوده معاه بيريح أهل بيته خمسة الغيور اللي تحس بقيمتها معاه ستة الفخور اللي تحس إن هي نعمة مش حتة قطعة كده ولا كرسي اشتريها بفلوسه رقم سبعة إنه هو كمان تحس إن هي مع قائد بس حكيم ساعد ما يحس بقيمة الكلام بتاعها هيعمل بيه إيه اللي حاصل ده اللي هيخلي الستة تحس إنه جوزها جاهز إنه يحبها